فاكرين الرئيس أردغان راح زار الجزائر خلال الأسبوع الماضي فاكرين والرئيس أردغان بعد ما زار الجزائر والتقى الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون اتكلموا عن بعض وكان فيه مباحثات اهل اللي ضار في المباحثات صدر بيانات صحفية عن هذه المباحثات وبعض التسريبات وبعض الكلام وغيره كل ده ماشي الحال في كل الزيارات علاقات سنائية وتباحث واغرب لما رجع أردغان بعد جولوته الأفريقية راح السنغال وراح معرفش فين وفينه رجع على تركيا يوم الجمعة أو المبارح قاعد وسط الناس بتوعه في حزب العدالة والتنمية في أنقرة يوم الجمعة وطلع لهم قال لهم ايه قال لهم انا طلبت من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تسليم وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية لجزائر من اللي بيقول أردغان بيقول قد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئا عن هذه المجازر وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر وأضاف أردغان أمام حجد من رجاله ومناصره أن الرئيس الجزائري قال لي بأن فرنسا قتلت خمسة ملايين جزائري مشيرا علينا أن ننشر هذه الوثائق ليتذكر الرئيس الفرنسي منويل ماكرون أن بلاده قتلت خمسة مليون من الجزائريين تاني أردغان راح الجزائر قابل الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر وخلصت القصة أهو قدامنا في الصورة هوة والاجتماعات اللي بين الجانب الجزائري والجانب التركي الرئيس تبون والرئيس أردغان وخلصت الاجتماعها والراجل راح لفلها في توفرقيا ورجع على بلده إما راح بقول لهم أنا طلبت من عبد المجيد تبون رئيس الجزائر يمديني بالذاكرة التاريخية الزاكرة الوطنية لجزائر يجيب للدليل والوثائق اللي بتقول أن فرنسا قتلت خمسة مليون جزائري عشان أخد الورد أحطه في عين الرئيس الفرنسي ماكرون عشان بقى أنا هوريه والرئيس عبد المجيد تبون قال لي ده هم قتلوا خمسة مليون واحد احنا شفنا احنا سمعنا هو قال كده امبارع أول امبارع أردغان قال كده اول امبارع قال أنا طلبت الوسائق والرئيس الجزائري قال لي أنه هم خمسة مليون جزائري تقتلوا على ايد الفرنسيين قال له هاتلي الورق عشان راح حطه في عين مين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجئنا النهاردة بيان من الرئاسة الجزائرية بتتهم الرئيس أردغان بأنه أخرج حديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من سياقه وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها امبارح أن كل المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية وجد حساسة خاصة عند الشعب الجزائري أوضح البيان اللي طلع من الرئاسة الجزائرية أمس أن تصرحات أردغان لا تساهم في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحل قضايا الزاكرة وسائل إعلام التركية هي اللي قالت أن أردغان قال كده الرئاسة الجزائرية بسرعة جزائرية بسرعة ردت قالت أردغان كذاب الرئاسة الجزائرية الرئاسة الجزائرية تكذب أردغان الرئاسة الجزائرية لأردغان أن تكذاب ومنافق ورجل فتنة أردغان بيعمل فتنة بين الجزائر وبين فرنسا بكلام بيقولوا لأنصاره في تركيا بيقول لهم أنه أنا هاخد الورق من الجزائريين عشان أقدمه لفرنسيين اللي بيثبت أن الفرنسيين قاتلوا خمسة مليون جزائري تبقى للي قاله للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون الجرئاسة الجزائرية قلت له والله أنت رجل كداب الرئيس عبد المجيد تابون ما قالتش هذا كلام أنت كلامك لا يساهم في حل المشكلة أو حل الموضوع بين فرنسا والجزائر أنت بتتدخل في ما لا يعنيك فعليك أن تسمع ما لا يرضيك ده مين؟ الرئاسة الجزائرية في رسالة صارخة ليه وبيان صارخ ليه أردغان أنت كاذب إيه يا عم هو بس ده الرجل اللي شغال علينا كلنا ولا إيه؟ هو الرجل ده شغال على كل ولا إيه؟ يا إبراهيم هو الرجل أردغان ده قال الكلام ده مبارع صحيح؟ أول مبارع هم الجمعة ياري تجهزوني الفيديو ده لو عندكم يا جماعة أو بكرة تجيبهولي؟ جاز ليه من غير ترجمة مش عايزوا من ترجمهاته؟ أنا بس بقول للجماعة إخواتنا وأصدقان الجزائريين اللي كانوا بيهجمونا ويقولوا مش الدولة ومش الناس اللي بتكلم عن الإخوان الطائرات الإسلامية انقلزوا غيره في الجزائر وبيهجمونا على طول لبن نتكلم على أردغان لقد راجل محترقه هذا الاحترام يا سيد كذب على الرئيس الجزائري واستخدم لقاءه به أسوأ استخدام لأنه فيه مشكلة بين أردغان وبين ماكرون فيه تلاسل وفيه تطاحم بينهم لأنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف بأنه ما قام به أجداد أردغان تجاه الأرمن إبادة جماعية هذا الموضوع يعني فرنسا قالت أن تركيا أو الدولة العثمانية قامت بمسبحة أو القيام بحرب إبادة ضد الأرمن في الدولة العثمانية سنة 17 اعترف بذلك فأردغان قال له أنت ما تعرفش حاجة وأنت مش قاري تاريخ وأنت لس صغير وأنت أول مرة أنا قال له أنت راجل أحمق أنت اللي أحمق أنت كذا إبرا مصدية تخلو مع بعض مين؟ رئيس فرنسا ورئيس تركيا كناقة قال له أردغان بيتكلم على حلف الناتو بيقول أنه ده عبارة عن عنده موت سريري ميت يعني فهو ماكرون قال لأردغان أنت بتحكم تركيا وانت في إعداد الأموات قاعدوا منوشات وسجالات بين رئيس فرنسا وبين رئيس تركيا من اللي بيجر شكل رئيس تركيا خد بعضه رئيس تركيا رأى الجزائل عندك ورق عليه أي ورق قديم كده عشان طلعوا اللي هم عملوا مزابح ساعة لقنوا محتلين فرنسا عشان نرميفوا الشواء ده عمل الليل عليه زي الأفلام والله بالزبط يا واحد راح لواحد يقول له ما عندكش سرعة لتنا عشان أغيزه ما عندكش أي رسالة كده عشان أزلوا بيها هو راح الراجل أردغان من تركيا إلى الجزائر يدور على ورق قديم عند الجزائريين عشان يغيز به ماكرو إيه الرجالة دي هنا نبدو رجالة أولا أشباه رجال والله أنا فاكر 2013 قلت له في المحطة بتاعته تي أرطيه قلت فعلا أنصاف الرجال أشباه الرجال مع الأردغان والله الواحد كان عنده بعض النظر الحمد لله فعلا ده نصف رجل وعلى الله ما حصل حتى رايه يعمل مكيدة فعلا شغل مش عايزة أقول شغل مين